بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل مع بعض سكشن بين السكشن بين الوراثة الان هاتف عن llegaire سكوير او مربح كاي تولى عن رمز كاي وسكوير قبل استخدم مثائل قاي سكوير بال当然 لازم اعرف ان كارلي بيرسون هو اول من استخدم اول قاي سكوير اخرى هناraj deleting سكوير افعطى عن مكمله كانون فروض ثاني مجموعwide אשاساعية الي استخدم كاي سكوير後 من اختبار الفروض المحق الاحثائية عايز اسبت صحة الفرض اللي انا وضحت فاول حاجة عند اجراء تجربة لما نجي نوضع نعمل تجربة بحط الباحث بيحط النظرية الفرضية اللي هي ازاي بنعملها ازاي انه بيوضع احتمال نظري متوقع لنتائج التجربة بيحط قيم متوقعة للتجربة اللي هي اعتطلع عنده على اساس وراسي بقى على اساس طرق وراسية على اساس طرق احصائية زي ما بيعمل تاني حاجة بيحط قيم مشاهدة او القيم المشاهدة دي بيحصل على منين لما بيحصل اجراء للتجربة بيحصل على النتائج الفعلية النتائج الفعلية دي اللي بنقول عليها القيم المشاهدة رقم ثلاثة ان هو بيبدأ يقارن القيم المشاهدة بالقيم المتوقعة فلو حصل مطابقة قدر يوضع طابق القيم اللي هي طلعت له في التجربة بالقيم اللي كان متوقحة قبل كده فبالتالي بيحصل ان النظرية الفرضية بتبقى صحيحة فاذا بتقبل النظرية الفرضية اللي هو حطاها في الاول خالص لكن اخد في الاعتبار ان في العلوم البيولوجية لما بعمل تجربة فانه من الصعب طبعا ان يحصل انتباق للنتائج المشاهدة مع النتائج المتوقعة لكن بيحصل ايه بيبقى؟ بيبقى موجود في حاجة اسمها انحراف او فرق بين النتائج المشاهدة عن القيم المتوقعة يعني مثلا لو انا بعمل تجربة متوقعت ان يطلع من التجربة دي 3 افراد 3 زكور و 2 اناس مثلا لكن لما بعمل التجربة ممكن ما يطلعش 3 زكور و 2 اناس ممكن يطلع مثلا 4 زكور فده ما ينفعش ان في العلوم البيولوجية اقولك ان فيه انطباق لكن بيحصل حاجة اسمها انحراف هل الانحراف بقى اللي موجود ده انحراف مقبول انحراف صغير ولا انحراف كبير هو ده اللي بيعمله كاي سكوير كاي سكوير بقى بتحدد هل الانحراف غير معنوي فتقبل النظرية الفرضية او هل الانحراف معنوي فترفض النظرية الفرضية يعني ايه معنوي وغير معنوي؟ معنوي يعني القيم المشاهدة كان الفرق بينها وبين القيم المتوقعة كان كبير الانحراف كبير فبالتالي هيبقى الانحراف معنوي اذا هرفض النظرية الفرضية اللي انا فرضتها في الاول لكن يعني غير معنوي يعني النتائج المشاهدة كانت منحرفة عن النتائج المتوقعة بقيمة صغيرة فبالتالي هقبل مين النظرية الفرضية اللي قدامي فانا عندي كاي سكوير بتساوي ايه او بحسيبها ازاي القانون بتاعها بيقول لي ان كاي سكوير كاي سكوير بتساوي ايه بقى بتساوي مجموع سام مشان الاو اللي هو الابزيرفيد اللي هو القيم المشاهدة ناقص القيم المتوقعة الكل ده ايه تربيع مقسومة على الاكسبيكتد اللي هو القيم المتوقعة بعد كده هنشوف بقى بعد محصل على القيمة بتاعة كاي سكوير اللي هي نقول عليها بعد كده كاي سكوير المحسوبة او بمعنى تاني ان الحصول على مقدار الانحراف اللي كان حصل ما بين النتائج المشاهدة عن النتائج المتوقعة بعد محصل عليها هعمل ايه هقارنها بالقيمة هقارن القيمة المحسوبة اللي هي قيمة كاي سكوير المحسوبة مع قيمة اخرى اللي هي نقول عليها قيمة كاي سكوير الجدولية التفسير بتاعنا ايه اللي هيحصل في اول حاجة لو لقيت ان كاي سكوير المحسوبة اقل من كاي سكوير الجدولية معنى ايه الكلام ده ان يوجد فروق غير معنوية لو لقيت المحسوبة اقل من الجدولية اذا يوجد فروق غير معنوية وبالتالي تقبل النظرية الفرضية ولكن في حالة اني لقيت كاي سكوير المحسوبة تساوي او اكبر من كاي سكوير الجدولية ايه يوجد فروق ما لها فروق معنوية الانحراف كان كبير فاذا برفض النظرية الفرضية ازاي بحصل على قيمة كاي سكوير الجدولية بقى بحصل عليها ازاي عن طريق درجات الحرية degree of freedom ودرجة الاحتمال طيب درجة الحرية انا بجيبها منين بحسبها من التجربة بجيبها من التجربة ان هي بتبقى عباره عن ايه degree of freedom ساوي عدد الصفات ناقص واحد يعني انا مثلا شغال على اربح صفات اي 11 شغال على خمس صفات يبقى درجة الحرية ثاني حاجة درجة الاحتمال درجة الاحتمال دي باختارها من الجدول على حسب خطورة التجربة يعني حسب خطورة التجربة او يعني درجة الاحتمال ان هي عبارة عن الحد المسموح فيها بالخطأ يعني مثلا احنا عندنا في التجارب الازراعية باخد درجة الاحتمال بتحتي يا اما 5% يا اما 1% يعني ايه 5% يعني ان لو عندي مثلا 100 عينة شغالة عليهم عندي خطأ بنسبة كممكن الخطأ بتاعي يكون مسموح بيه بخطأ 5 عينات يعني الخطأ بتاعي مسموح بخمسة في المية اذا الدقة كام الدقة 95% يبقى انا لكن مثلا لو واحد شغال في ايه شغال على حسابات بتاعت هندسة مثلا بيقعد بيعمل كبري فدرجة الاحتمال بتاعته لازم تبقى صغيرة جدا ليه لانها متعلقة بارواح الناس فكل ما كانت خطورة فيه خطورة في التجربة كل ما كانت درجة الاحتمال بتاعته لازم تبقى مالها درجة صغيرة يبقى درجة الاحتمال بتاعتي باختارها تبعا لخطورة التجربة وطبعا بتعني ايه الحد المسموح بيها بالخطأ لكن في التجربة الزراعية بخطأ عندي خمسة من المية او واحد من مية نيجي نشوف بعد كده الجدول بتاع درجات الاحتمال ودرجات الحرية ده جدول قاي سكوير انا عندي درجات الحرية بتاعتي اهي واحد اتنين ثلاثة زي ما انت شايفها وعندك درجة الاحتمال بتاعتي الاولين بيتبقى عندي واحد من مية والدرجة التانية بتبقى عندي خمسة من مية القيم اللي موجودة دي هي قيم قاي سكوير الجدولية اللي انا هشوفه عندي درجة الحرية يعني مثلا لو عندي درجة الحرية رقم واحد فانا بروح عندي خمسة المية واشوف درجة الحرية بتاعتي كام اشوف قاي سكوير الجدولية بتاعتي كام بتلاتة اربعة وتمانين من مية طب عند واحد من مية بستة تلاتة وستين من مية مثلا وبعد كده بشوف لو انا عندي درجة الحرية اتنين عن تلاتة عند اربعة وانت ماشي نيجي ناخد اول مثال عندي في تطبيق تلاتة وخمسين عند التهجين بين نبات طويل الساق مع نبات قصير الساق فكانت نتائج الجيل الأول كلها طويلة الساق وعند عمل تهجين لأفراد الجيل الأول كانت النتيجة 80 نبات طويل و20 نبات قصير الساق اختبر ذلك بالاختبار للأحصان المناسب أول حاجة هو أكتب لك هنا التحليل الوراثي بعمل تحليل الوراثي عندي الطويل مع القصير الجامطات عندي زي ما اخدنا قبل كده هنا باخد واحدة وهنا وبيطلع عندي الجيل الأول كله طويل الساق في سيادة تمة بعمل سيلفنك تلقيح زي ما اخدنا قبل كده فبيطلع عندي 3 طويل الى 1 قصير تلاتة من الأربعة طويل طويل يبقى 3s على 4 وكصير 1x4 يبقى كده اجبت النسبة بتراتي 3 لواحد لانفي سيادة تمة فانا عندي مثلا هنا في المثال بي ط المشاهدة اللي هو عطهالي قال لي ان فيه تمانين نبات طويل وكان فيه عشرين نبات قصير لكن المتوقع بقى اللي انا هحط النظرية الفرضية بتاعت عليه ان كان فيه كم نبات طويل خمسة وسبعين نبات طويل وخمسة وعشرين نبات قصير بنسبة تلاتة الى واحد زي ما انتوا شايفين هنا دلوقتي فانا عايز اعمل اختبار ليه اشوف القيم المشاهدة اللي هو عطهالي ده يوجد فرق معنوي او انحراف كبير عن القيم بتاعت المتوقعة لو كان فيه انحراف كبير يبقى اذا هرفض النظرية دي الفرضية لكن لو كان الحراف صغير او الحد بتاعه مسموح به فهقبل النظرية الفرضية نيجي نعمل التحليل الاحصائي بتاعنا التحليل الاحصائي هو عطيك جدول اول حاجة كتبه لك الصفة المدروسة عندي كم صفة عندي طويل وقصير طويل وقصير وهنا بعد كده بيديك في الجدول المشاهد والمتوقع والمشاهد نقص المتوقع والمشاهد نقص المتوقع سكوير تربيع واخر حاجة كاي سكوير الاول كده هو عطاك بتاعك كام المشاهد قالك فيه تمانين نبات طويل من المسألة وكم قصير عشرين نبات قصير ده المشاهد طب المجموع كام اجمعهم عايز اجيب بعد كده المتوقع المتوقع انا بجيبه مين بجيب المتوقع من القانون اللي قدامنا ده ان انا بضرب النسبة في مجموع المشاهدات النسبة بتاعت الطويل كام احنا قلنا تلاتة على اربعة تلاتة الواحد يبقى ثلاتة على اربعة في مية اللي هو مجموع المشاهدات يبقى اللي هتطلع بكم بخمسة وسبعين القصير برضه بيمثل بيمثل الربع يبقى هضرب ربع في مية هتطلع بخمسة وعشرين لازم لما اجمعهم يطلعوا نفس مجموع المشاهد لازم المتوقع يطلع نفس مجموع المشاهد عشان اتأكد ان المسألة بتاعتي ايه مظبوطة يبقى ده اول حاجة اتأكد منها ان المشاهد بيساوي المتوقع اجيب بعد كده المشاهد نقص المتوقع يبقى هاعمل المشاهد نقص المتوقع يبقى تمانين نقص خمسة وسبعين خمسة وعشرين نقص خمسة وعشرين سالب خمسة لازم مجموعهم يطلع زيرو لما اطلعش زيرو يبقى في المسألة بتاعتك فهي حاجة غلق يبقى لازم المجموع هنا يطلع عندي زيرو أجيب بعد كده المشاهد نقص المتوقع سكوير تربيع يبقى أنا هربع دي وهربع دي يبقى هربع دي خمسة تربيع بكام 25 ودي 25 مش لازم أجيب الجامعة بتاعه أجيب بعد كده قاي سكوير قاي سكوير بتيجي منين القانون بتاعنا بيقولي المشاهد نقص المتوقع سكوير على مين على المتوقع هقسم ده القيمة دي على دي يبقى 25 على 75 فالكام 3 من 10 25 على 25 فال 1 لما جمع الاتنين بقى عشان أجيب السميشن سيطلع عندي كام 1 و 3 من 10 يبقى قيمة كاي سكوير المحسوبة هي 1 و 3 من 10 هنروح بعد كده أجيب مين أجيب قيمة كاي سكوير الجدولية الجدولية دي هجيبها منين قلنا من الجدول بتاع الاحتمالات بتاع كاي عندي درجة الحرية أحسب الأول أشوف درجة الحرية بتاعتي احنا قلنا دي جري أو فريدم الدي اف بيساوي عدد الصفات ناقص واحد أنا عندي كم صفة صفتين يبقى 2 ناقص واحد يبقى درجة الحرية بتاعتي عندي واحد بروح على الجدول بشوف عند درجة حرية كام عند درجة حرية واحد بمشي ما بشي عند درجات الاحتمال لغاية ما روح عند مين عند خمسة المية أشوف القيمة عند خمسة المية القيمة كام ثلاثة أربعة وتمانين من مية يبقى أنا دي قيمة كاي سكوير الجدولية اللي أنا هاقارنها بكاي سكوير المحسوبة يبقى روح أكتب هنا ثلاثة وتمانية من عشرة أو ثلاثة أربعة وتمانين من مية هابدأ أقارن بقى كاي سكوير المحسوبة بكاي سكوير الجدولية لما لقيت كاي سكويري الجدولية المحسوبة هي أقل من كاي سكويري الجدولية يبقى إذن الانحراف يعني هنا مثلا هنا 80 وهنا 75 الانحراف كم حاجة؟ 5 نباتات يبقى أنا ده الانحراف ده هل الانحراف ده مقبول ولا مرفوض انحراف القيم المشاهدة عن القيم المتوقعة كان انحراف صغير فبالتالي تقبل النظرية الفرضية النظرية الفرضية اللي بتقول لي ان النسبة المتوقعة 3 الى 1 ده بكل بساطة حل المسألة نيجي ناخد كمان مثال بيقول لي عند التهجيم بين نبات أحمر الأزهار مع نبات أبيض الأزهار فكانت نتيجة الجيل الأول وردية الأزهار وكانت نتائج الجيل الثاني 52 أحمر 97 نبات وردي 51 نبات أبيض اختبر صحة النظرية الفرضية زي ما انت شايف دلوقتي انا بعمل التحليل الوراسي هنا اعطاك وردي بعد كده اعطاك نسبة كام ربع 1 على 4 أحمر 2 على 4 وردي و 1 على 4 أبيض يبقى انا عندي كم صفة اروح على التحليل الإحصائي عندي كم صفة هنا عندي 3 صفات أحمر وردي و أبيض المشاهد اللي هو عطالي في المسألة 52 أحمر و 97 وردي و 51 أبيض هجمحهم مع بعض يبقى أنا المجموع عندي 200 يبقى المتوقع بضرب النسبة في مجموع المشاهدات نسبة الأحمر كام نسبته ربع يبقى ربع في 200 بخمسين نص في 200 بمية ربع في 200 بخمسين الربع بعد كده اجيب المشاهد نقص المتوقع جمحتهم الأول كده لقيتهم 200 يبقى أنا ماشي مصبوط يبقى أنا هعمل اجيب المشاهد نقص المتوقع يبقى 52 نقص 50 22 97 نقص 100 ثلاثة 51 نقص 50 واحد يبقى مجموعهم كام زيروا يبقى أنا كده ماشي مصبوط أجيب بعد كده أربع القيم اللي قدامنا دي يبقى 4 9 1 أجيب بعد كده لكل واحدة منهم بقسم المشاهد نقص المتوقع الكل تربيع على المتوقع يبقى 4 على 50 بـ 8 من 100 9 على 100 9 من 100 واحدة على 50 بـ 2 من 100 هجمحهم عشان أجيب الصمشن بتاعهم يبقى 19 من 100 يبقى أنا عندي كاي سكوير المحسوبة بتساوي 19 من 100 هروح أجيب كاي سكوير الجدولية من الجدول بتاعي عندي درجة حرية كام أنا عندي كام صفة عندي 3 صفات يبقى 3 نقص 1 عندي درجة حرية 2 بروح على الجدول بشوف عندي درجة الحرية 2 وعندي 5 من 100 القيمة تطلح كام 5 و 6 أقول 6 5 9 من 100 يبقى أنا اروح أكتبها 5 و 9 من 100 مثلا أو 9 من 100 يبقى أنا عندي هنا كاي سكوير المحسوبة هي أقل من كاي سكوير الجدولية فبالتالي إذا تقبل النظرية الفرضية زي ما قلنا قبل كده بنفس الطريقة في مثال تطبيق 55 بنفس الطريقة لكن هنا كام صفة أربع صفات أو أربع أشكال مظهرية يبقى أنا الأربع أشكال مظهرية يبقى النسبة عندي كانت كام كانت 9 لتلاتة لتلاتة لواحد المفروض يديك كام تركيب وراسي يديك 16 تركيب وراسي يبقى أنا عندي دي الأشكال دي الأبزيرفت المشاهد تلاتة وتسعين واحد وتلاتين تمانية وعشرين تمانية أنا عندي هنا النسب المتوقعة بتاعتي إن هي المفروض النظرية الفرضية بتاعتي 9 على 16 وتلاتة على ستاشر وتلاتة على ستاشر واحد على ستاشر يبقى نعمل التحليل الإحصائي عندي الصفة المدروسة عندي كام صفة أربع صفات زي ما نكتبهم كده زي ما احنا قلنا قبل كده المشاهد بتاعهم زي ما قلنا قبل كده وأجمحهم على بعض هيطلع المجموع بتاعي 160 المتوقع قلنا بنجيبه منين من نضرب النسبة في مجموع المشاهدات النسبة بتاعت أصفر غير منكمش كانت كام 9 على 16 يبقى 9 على 16 في المجموع المشاهدات 160 يطلع بتسعين نفس الكلام 3 على 16 في 160 3 على 16 في 160 وآخر حاجة 1 على 16 في 160 هيطلع عندي بعشرة لما جمع القيم دي كلها المفروض تطلع نفس مجموع المشاهدات 160 أجيب بعد كده المشاهد نقص المتوقع يبقى 93 نقص 90 3 31 30 1 28 30 سلب 2 18 سلب 2 المفروض لما جمحهم المجموع بتاعهم يطلع ايه 0 يبقى أنا كده ماشي مزبوط في المسألة بتاعتي بربع بقى القيم دي اللي موجودة عندي زي ما قلنا قبل كده 9 1 4 4 مش لازم اجيب المجموع بتاعه هجيب بعد كده chi سكوير بتتحسب ازاي قلنا المشاهد نقص المتوقع سكوير على المتوقع يبقى 9 على 90 فيها الواحد من 10 1 على 30 زي ما قلنا قبل كده هنا 33 من 1000 وهنا 133 من 1000 و4 على 10 ب4 من 10 هجمعهم مع بعض هيطلع مثلا 6 من 10 أو 7 من 10 يبقى chi سكوير اجل محسوبة تطلع كام زي ما قلنا القيمة بتاعتها دي بروح بعد كده هجيب chi سكوير الجدولية عند درجة حرية كام عند درجة حرية 3 عرفت ازاي 3 عدد الصفات ناقص 1 عندي كم صفة 4 صفات ناقص 1 ب3 بروح على الجدول بتاع كاي بشوف القيمة بتاعتها عند درجة حرية 3 عندي 500 هتطلع كام 7 و8 من 10 هروح اكتبها في الخانة بتاعت كاي سكوير الجدولية 7 و8 من 10 يبقى ازا كاي سكوير المحسوبة هي اقل من كاي سكوير الجدولية فبالتالي تقبل النظرية الفرضية يبقى ما فيش يبقى القيم هنا الفروق هنا غير معنوية الفروق غير معنوية وبالتالي تقبل النظرية الفرضية ناخد المثال مثلا تحت بي 56 في تجربة لاحصائيات عدد السكان اخذت عينة مكونة من 10 تلاف فرد لحساب عدد الزكور والاناس فوجد ان عدد الزكور 5100 والاناس 4900 اختبر بالاختبار المناسب انا عندي التحليل وراسي الاول ان الزكر بيبقى xy والانسة xx لما جيب الجاميطات بتاعتها لما يحصل انعزال في الكرموسومات هنا بيبقى x y وهنا x ففي احتمال عندي احتمالين احتمال 50% زكور و 50% اناس يبقى هنا عندي نص الى نص واحد الى واحد نسبة واحد الى واحد او 50% 50% يبقى اروح اعمل تحليل الاحصائي انا عندي كم صفة صفتين زكور واناس المشاهد اللي هو قال لي عليه قال لي 5100 و 4900 مجموحهم 10000 المتوقح هنا قلنا بنضرب النسبة في مجموح المشاهدات يبقى هضرب نص في 10,000 يطلع خمس تلاف وبرضو الكلام في الاناس نص خمس تلاف مجموحهم برضو 10,000 اجيب المشاهد نقطة المتوقع 5100 نقص خمس تلاف مية وهنا 4900 نقص خمس تلاف سالب مية المفروض مجموحهم يطلع زيرو بقى اربع القيم دي عدى 10,000 و 10,000 بعد كده بقى اجيب القيم بقى 10,000 على خمس تلاف بقى اطلع باثنين وهنا باثنين يبقى المجموعة عندي كام بتاع الصميشن بتاعهم باربعة يبقى اذا كاي سكويري المحسوبة تساوي اربعة عايزة اجيب كاي سكويري الجدولية عند درجة حرية كام عند درجة حرية واحد لان عدد الصفات عندي 2 نقص واحد بروح على الجدول بتاعي بشوف عند درجة حرية واحد زي ما قلنا قبل كده هتطلع القيمة كام تلاتة اربعة وتمانين يبقى اذا تلاتة وثمانية من عشرة مثلا يبقى كاي سكويري المحسوبة هنا اكبر من كاي سكويري الجدولية اذا ترفض النظرية الفرضية ليه ترفض لان في انحراف كبير في انحراف كبير من القيم المشاهدة عن القيم المتوقعة اللي انا عملتها اللي انا حطتها عن النظرية الفرضية بتاعتي يبقى ده من حراف كبير يبقى اذا ترفض النظرية الفرضية وبكده نبقى خلصنا الجزء بتاعنا ده فيه اسمين تحلوه عندكم في الكتاب في تطبيق 58 و 59 شكرا واشوفكم على خير الاسبوع الجاي ولو في حد عنده استفسار اي استفسار نتواصل مع بعض على الكلاسروم سلام عليكم